وقعت صدامات في الحسيمة بشمال المغرب بين متظاهرين وقوات الأمن ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحة في صفوف الشرطة وكانت السلطات منعت وقفة احتجاجية للمطالبة بتنمية مدن الشمال في ذكرى رحيل عبد الكريم الخطابي قائد المقاومة الريفية ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي لم تنتهي آخر أزمات مدينة الحسيمة المغربية بمقتل بائع السمك محسن فكر سحقا في شاحنة قمامة قبل أربعة أشهر فقد شهدت المدينة تظاهرات حاشدة منذ ذاك تندد ببطء التحقيقات ومحاسبة المتورطين فيما اتسعت دائرة التضامن الشعبي ضد التهميش الاجتماعي المتأصل في عموم منطقة الريف شمالي المغرب منذ عقود أشكال واعية ومنظمة أشكال تدافع المطالب العادلة ومشروعات أقليم الحسيمة يعيش اليوم على وقع مواجهات جديدة بين الرجال الأمن وسكان المدينة الذين احتشدوا لإحياء الذكرى الرابعة والخمسين لوفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي تظاهرات أدى فضها لإصابة نحو ثلاثين جريحا في صفوف الشرطة من جانبها نفت الإدارة العامة للأمن الوطني استخدام الرصاص المططي أو القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين أو تنفيذ حملة اعتقالات بحقهم القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة بالحجارة وفي إطار هذا تسعيد عمدت السلطات إلى نصب الحواجز الأمنية لمنع تضفق المواطنين إلى مركز المدينة للمشاركة في مسيرة دعت إليها لجنة الحراك الشعبي يوم الجمعة الاحتقان الشعبي في منطقة الريف ليس أمرا مستجدا فمنذ الاستقلال إلى يومنا هذا والريف يشهد على فترات متباعدة احتجاجات وصدامات تندد بوضع السلطات للإقليم خارج نسق التنمية والتمثيل وتطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وهي اليوم عوارد تأزم تطفو إلى السطح من جديد وتضع على طويلة الاختبار العهد الجديد للمصالحة فهل ستؤدي هذه الاحتجاجات إلى حلقة جديدة من التصادم أم ستتجاوب السلطات مع مطالب المواطنين والمجتمع المدني؟ معنا من الرباط محمد لغروس الكاتب الصحفي أهلا بك سيد محمد سيد محمد لماذا تتكرر الاحتجاجات في المناطق الريفية لسيما منها الحسيمة؟ شكرا سيد الفضيلة تكرر الاحتجاجات من بعه كما في العديد من المناطق المغربية هو نوع من الحقرة ونوع من الاضطهاد الذي يشعر به المواطن المغربي التجاسو الكبير المتعلق بالتقسيم العادي للطروة في ربوع البلاد وبالتالي هذه الاحتجاجات تكرر نعام لأن مشاكل المواطن المغربي البسيط ما تزال حاضرة رغم الجهود التنموية المقدرة ما تزال متطلبات الساكنة والمواطنين والعديد من الاحتياجات الضرورية والأساسية لكن هي تتكرر أيضا وهذا كلام لمسؤولين سياسيين ومدنيين في الحسيمة أنه أحيانا تكون بفعل فاعل أو تكون بإعاز من جهة معينة أو تدعم من طرف جهة معينة بمعنى أن المطالب لا تكتسي دائما صبغة اجتماعية اقتصادية حقوقية ولكن هذا لا يمكن الواقع من المقصود بأنه الجهة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات أو تحركها اليوم وزير الداخلية يزوج الحسيمة ما يؤشر وكأنه كل الحلول التي تطرح في المناطق الريفية ما هي إلا حلول أمنية أو مقاربة أمنية للوضع هناك طبعا هناك المجتمع المدني والأحزاب السياسية مختلفة التي انتقدت هذه المقاربة الأمنية وعتبرتها أنها غير ذات جدوى وأنها لا يمكن أن تؤدي إلا مزيد من الاستقرار ومن الاحتقان خاصة أن عدد من تظاهرات سلمية وزير الداخلية ينتقل اليوم إلى الحسيمة وهذا نوع من العناية من طرف السلطات وأيضا رحب بالحوار مع المتضررين وانتهى اللقاء قبل قليل وسيتم الإعلان عن الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحلحلة المشاكل ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها المنطقة غير أنه سادة الفاضلة لا ينبغي أن ننسى معذرة على أن جزء من هذه الإشكالات لا تخص الحسيمة لوحدها المناطق المغرب بشكل أفقي تعاني من إشكالات الحسيمة وأكثر ينبغي أن يسمع المواطنين لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة على حل هذه المعضلة مما يحول دون تكرار الاحتجاجات في أكثر من منطقة قارفية للأسف هذا جزء أيضا من الأسباب أن السلطات والحكومات كما ذكرت وغيرها من المسؤولين أحيانا لا يتم الوفاء بالعهود التي يتم قطعها وأحيانا تفتح تحقيقات دون أن تصل إلى نتائج نهائية ترتب الجزاء على من يستحقها خاصة عندما نكون أمام مسؤولين كبار عادة يتم تضحية بأكباش فداء ولا يرى المواطن أن ما يقدم من وعد ومن تحقيقات يصل إلى منتهى وإلى مدهة لكن بالمقابل لا يمكن التساهل مع رشق رجال الأمن حيث تمت إصابة 27 رجل الأمن لا يمكن إعمال منطق الابتزاز أو لدراع مع الدولة لكن الدولة أيضا مطالبة بكما قلت أن توزع تروات البلاد بشكل عادل بين كل فقرائها وبسطائها سواء من لديه القدرة على الاحتجاج أو من لست له القدرة سواء من وجد التأطير المدني والسياسي أم من لم يجده إذن المعضلة هي معضلة تروة غير مقسمة بشكل عادل رغم الجهود التنموية المبدولة المعضلة معضلة وعود وتسويفات تعطى ولا تبرز نتائج ملموسة على أرض الواقع هذه هي المشكلة الأساسية في هذه الاحتجاجات وزير الداخلية زارة الحسيمة وهناك مجموعة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها هل برأيكم هدأت الأمور أم أن الوضع مرشح للتصعيد أم أنه هدوء مؤقت إلى أن تنفجر مرة جديدة لا يمكن أن يصف إلا بأنه هدوء مؤقت لحد الآن الحراك ما يسمى بحراك الريف أعلنوا أنهم سيقومون بخرجة ثانية هذا المساء وأي ردة فعل أو توقف الاحتجاجات مرتبط بالعرض أو نتيجة اللقاء الذي عقده وزير الداخلية اليوم في الحسيمة بعد قليل سيصدر بلاغ يحدد النتيجة وأنا ذلك سننتظر ردة فعل أصحاب الحراك والمحتجين هل سيواصلون لكن أعتقد أن الأمر لن يقف على هذا الحد وهنا ترشح فرضية جهة ما ربما لا تريد فقط الاكتفاء بتحقيق مطالب معينة أكثر من مرة ذكرت سيد محمد جهة ما أو طرف ما من المقصود بذلك؟ هذا الكلام سيدتي ليس من عندي هذا كلام أحزاب سياسية حزب العدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة حزب النجد الديمقراطي وفعالية مدنية يعني هناك حديث على أن هناك جهة ما تدفع لتأزيم هذا الوضع هم طبعا لم يسموا ولم يحددوها لكن أقول لك أن هناك مؤشرة برأي هذه الجهة سيد محمد وما الدليل على ذلك؟ سيدتي عندما يتم استدعاء ما يمكن أن يسمى بالعقاب الجماعي لمدن الريف عندما يتم استدعاء بعض الرموز التي تحيل إلى نزعة ربما انفصالية أو نزعة عرقية فهذا يعني أن الأمر سيتجاوز المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين إذا الأمر ينبغي أن يبقى في إطاره الاقتصادي والاجتماعي والدولة طبعا مطالبة بأن تحقق مطالب الناس بشكل أفقي وفي جميع منح المغرب والمتظاهرون أيضا لا يمكن أن يقبل منهم رشق الأمن الوطني أو القيام بأي تجاوزات هذه المعادلة في النظري سيد محمد مغروز ذكرت الأحزاب وحديث الأحزاب عن جهة أو طرف يحاول زعزعة الاستقرار في هذه المناطق ولكن أيضا كان من الملفت أن أغلبية الأحزاب صمتت عن ما يجري في الحسيمة في الاحتجاجات الأخيرة على ما أعتقد فقط حزب الأصالة والمعاصرة من خلال الشباب التابع له ندت بما يجري وقال بأن الاحتجاجات الاحتجاجات مبررة الصمت في الحقيقة الأحزاب السياسية عبرت إما عن طريق قيادات أو عن طريق وسائل مختلفة عن مواقفها تجاه الحادث جزء من المشكلة أيضا هو هذا الدور الوساطة التي يفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني ما بين المواطنين وما بين الدولة الأحزاب أيضا خاصة من تتحمل مسؤولية تسير الشأ العام سواء عن المستوى المحلي أو الجهوي أو الإقليمي أو الوطني هي لها أيضا نصيب من المسؤولية ذكرت حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي يترأس للجهة يعني هو ليس مطلوب منه اليوم فقط حكاية دعم الاحتجاجات وأنه يدعمها وأنها مبررة هو اليوم يرأس الجهة التي تتبع لها الحسيمة إذن المطلوب منه أن يبادر إلى حالة هذه المشاكل الأولى له أنه يطلع أن يصعد بإجراءات وبترتيبات أيضا لتجاوز المعضلة للأسف هناك نوع من الانكيماش لدور الأحزاب والمجتمع المدني وهذا يجعل الدولة في مواجهة مفتوحة مع الشارع وطبعا هذا لا ينبع بالخير على الأحزاب أن تستعيد المبادرة في التواصل في الحوار في الوساطة والأحزاب التي تتحمل المسؤولية ومنها حزب الأصال والمعصرة أيضا في حل هذه المشاكل لاكتفاء بالتفرج عنها شكرا لك أنهم في صلبها ومعليون بها من الرباط محمد لغروس الكاتب الصحفي كنت معنا من عاصمة المغرب ترجمة نانسي قنقر